كما تعرف أشغال سكنات عدل والبي بي وطيرة أشغال متقدمة حيث واكدت وزارة وسكن على لسان مسؤولها نتوزيع يكون في الفاتح الجنفي من السنة المقبلة لتحقيق برنامج رئيس بوتفليقة عادل زيدي تراهن الحكومة على قدم وساق لإنجاح برنامج الرئيس بوتفليقة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر صحبتها قرارات جريئة تخذتها وزارة السكن من أجل التقدم في مشاريع سيغة عدل والترقوي العمومي وفي هذا الشأن تعرف ورشاد تشييد شقق عدل بالعاصمة وغيرها نسبة تقدم متبينة عكست كل التقديرات التي طرحتها جهات همها الوحيد زرعوا الخيبة في نفوس المواطنين من هناك السنة ديسمبر وممكن لقدرنا قبل دفاع قبل نعطوه بالأقل بالأقل 45 ألف بريافيكتاشون على دير ونعطوه قدر المستطاع الرقم الحقيقي ما هوش عندي من أعتقد باللي أن نعطوه بالأقل 7 ألف 8 ألف بريافيكتاشون على الوحيد هذه من بعد استيلام المفاتيح يكون من جنفيل مشاريع متقدمة تبعث على الأمل ووزارة السكن تعول على الهيكل التنظيم الجديد الذي سمح بمتابعة أكثر لتقدم الورشات من خلال إرسال المسؤولين الجهويين لمراقبة مدى تقدم الأشغال وفرض ضغط على الشركات المتقاعسة تمام الحكومة فوتنا 35 ألف وخمسمائة وناك تصرح 32 ألف فوتنا 35 ألف وخمسمائة الدورة الجاية من المجلس الحكومة من بعد العيد من بعد اجتماع المجلس ووزارة هذه نطرحه أمام الحكومة 25 ألف ومئة بما فيها بعض الولايات اللي كانت وهذا نقول لك يعني أولاً بالإطارات هذه الجديدة لا تشتغل التنظيم الهيكلي اللي درناها الله ديال عطته مرتا مشاريع سكنية هامة قد تقضي على أزمة السكن وتعطي بصيص الأمل للمواطن ووزارة السكن تعمل على اتخاذ قرارات كانت مستحيلة أهمها تحيين البطاقة الوطنية للكشف على المتلاعبين والانتهازيين في قطاع السكن